اشتركوا في القناة التي قامت بهما أسفرتا عن رصد عدد من المخالفات والتي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة في مملكة البحري واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ووضحت بأن هذه الحملات التفتيشية المكثفة التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركاء تهدف إلى تفعيل الأدوات الرقابية التي تكفل استقرار سوق العمل وتنظيمه والقضاء على ظاهرة العمال غير النظامية بما يضمن الحفاظ على تنافسية وعدالة بيئة العمل